وفي الحقيقة الثورات العربية كانت كاشفة وكاشفت عن حقيقة مهمة جدا جدا وخطيرة جدا جدا بالفعل كما ذكر سعادة الدكتور الشارع بعد الثورات العربية وبعد الربيع العربي كان سابقا للمكونات الإسلامية والليبرالية وكله كل المكونات لي لماذا الشارع كان سابقا ليس لأن الشارع يملك رؤية أكثر من هؤلاء ولكن لأن هؤلاء افتقدوا الرؤية الصحيحة فصار الشارع بفطرته الطبيعية لأنه إذا تملك رؤية صحيحة فلأن تكون على فطرتك أفضل وعلى سجيتك أفضل فالشارع يمضي على فطرته وعلى سجيته الشارع يرى أمامه ظلما يريد أن يغيره وطالما أنه يريد أن يغيره فهو يريد أن يغيره بالمتاح بما لديه فهو ينطلق بفطرته وطبيعته ومن ثم فالشارع كان سابقا ومدركا لكثير من الأمور التي فاتت كثير من المكونات سواء منها إسلامية أو غير إسلامية وده ربما كان من أكبر أسبابه افتقاد الرؤية والمشروع الصحيح لدى الإسلاميين بالذات وأيضا كان من أسبابه هو ذلك التحفظ الزائد المبالغ فيه والسرية في غير موضعها المبالغ فيها لدى هذه المكونات جميعا هناك مسائل لابد فيها من الصراحة والوضوح والشفافية لابد فيها لأنها مصالح الأمة لأنها مصالح الأمة والصراحة والشفافية والموضوعية لا تخيف ولا ترعب إنما يخيف ويرعب ذلك التحفظ الزائد وهذه الحساسية البالغة والسرية الكبيرة لا لابد معه هناك سرية في مواضعها نعم ما يشمع سرية التنظيم معين أو شيء من هذا ما في المشكلة لكن السرية الزائدة وهذا التحفظ الزائد أدى إلى إيه أدى إلى قيم حاجز كثيف جدا جدا وسطار مظلم بين الشارع وبين هذه المكونات مش بس هيك دي السرية أيضا تقوض النزاهة لأنه باسم السرية وباسم المصلحة والمسؤول يخفي عن عامة الأتباع أمورا قد تغير وتبدل إذا عرفوها طبعا لا شك أن الأوضاع التي تعمل فيها هذه الجماعات في كثير من الأوقات أوضاع صعبة فهي مضطرة اضطرارا إلى السرية لكن من الخطأ أن تكون السرية هي الأصل ينبغي أن تكون في الحد الأدنى لأن الكولسة والفساد والادعاءات وسوء الخلق يزيد وينمو في أجواء السرية هذا التربة وأيضا يولد شيء مهم هو الخطاب المزدوج وأنا لا أقصد الخطاب المزدوج المرتبط في الجو الإسلامي الإسلامي وإذا الخطاب المزدوج مع المجتمع الإسلامي لهم خطاء بعض لا أقول إسلامي بعضهم له خطاب إعلامي واضح تماما وخطاب داخلي بمعنى نتمكن ثم بعد ذلك نطرح أفكارا جديدة نطرح اليوم أفكار تناسب الشارع والمجتمع الدولي ثم نطرح هذا نفاق هذا نفاق في الواقع هذا النوع من الخطاب هو الذي كانت تقع فيه القوة العلمانية الشاعر في الواقع تكلم في بيتين قال لا يخدع عنك كلام القوم في الوطني القوم في السر غير القوم في العلني فيه خطاب كان واضح وهو الذي اغتال كثير من الوجودات الإسلامية لا أقول حركات كانت شخصيات كانت موجودة في برلمانات بعد في مرحلة الاستقلال في الواقع كان هذا الخطاب من الزواج ليس من خاصصات الإسلاميين كان من الاتجاه العلماني هو الذي احتال في الجزائر على جبهة التحرير الوطني في الواقع انقلبوا انقلابا عليه وأول رئيس يساري وهو أحمد بن بلة جسم مبارك صنعه العلماء وقام بالتحرير يكون أول رئيس فيه بعد ورجل يساري بنزعة قريبة من اللينينية في ذلك الوقت تغير وتطور رجل فيما بعد وغير أفكاره إذن حالات اختطاف كبيرة جدا هذا هو الخطاب المزدوج وقعنا فيما نسف ليست السرية واحدة هي المشكلة يعني في قضية ما تتعاطى هذه الجماعات الإسلامية يمكن السرية لهم مبررات في قضية يعني استهداف هذه الجماعات والتنظيمات خاصة في الدول التي يعني تمارس قدرا كبيرا من البوليسية في تتبع هذه الجماعات ومحاولة ضربها من الداخل مع أن هذا ليس مبررا يعني السرية تكون عند الحاجة فقط يعني تعاطيها باعتبار الحاجة الماسة ولكن ليست هي الأصل الأصل في الدعوة والتغيير أنه أصل علني العلنية بالعكس تقول جماعة لأنه حينما أنا أشهر ما لدي من رؤى ومن أفكار هذا في حد ذاته دعوة للآخرين وفي حد ذاته أيضا سبب من أسباب أن أنصح إذا كنت مخطئا يعني أنا حينما أبرز هذه الأفكار وأبرز هذه المشروعات على اعتبار أن مشرعة الأمة سأجد من يتعاون معي من غير الجماعة سأجد من يصوبني إذا أخطأت يعني والمرء المؤمن مرآة أخيه هناك إشكالية أخرى يعني من الإشكاليات في هذه الجماعات يعني فيما يتعلق بجوانب الأخرى الأخرى التي هي قضية المحاكاة التي تقع من هذه الجماعات لبعض التجارب التي هي ليست إسلامية وأنا أؤكد على هذه المسألة لأنها سببت أزمة كبيرة جدا يعني في وذكرت هذا في بعض اللقاءات أنه مثلا يعني فكرة إدارة التوحش التي كانت عند بعض جماعات حركات الجهاد وهي مبنية على يعني استقاء تجربة الفيتي كونغ مثلا وبعض الجماعات الثورية التي كانت في فيتنام وغيرها وفي أمريكا الجنوبية أي ومريكا الجنوبية على أساس أنه يعني نحن يجب أن نصنع التوحش وأن نقوم أيضا بعملية حرق وأنه لا يمكن أن يتأسس الإسلام إلا على أنقاض كل ما هو موجود وبالتالي نحن نهدم المؤسسات يعني هذه رؤية مناقضة تماما لسيرة الرسول طبعا طبعا وسيرة الأنبياء جميعا طبعا لكن لأنهم أرادوا أنه حينما درسوا تلك التجارب وأن العملية أن الثورة المسلحة يجب أن تحاكي تلك الاتجاهات طغى عليهم ذلك على حساب الرؤية الصحيحة الرسالية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا منطلق إليه إلى وضع الرؤية الصحيحة والمشروع الصحيح الذي يقود العقول وضع الرؤية وأعادت صناعة العقل الإسلامي يعني ليس فقط صحيح الأفكار لا العقل الإسلامي نفسه طبع على طريقة في الاقتناع وطريقة في التلقي وخضوع للإملاء وخضوع للسياق إلى الجمل المرعبة الكثيرة هذه يعني التي الفزعات يعادت صناعة العقل الإسلامي بشكل جيد مع وضع الرؤية والمشروع والله أعلم أعتقد أن هذا هذا بداية إصلاح هذه المشكلة التي تعتبر مشكلة تفرق الصف وتنازع الجماعات وفقدان الثقة بين وضع مشروع إسلامي يجمع الجميع ويكون بمهارة وفقه عالي بحيث يبقى هذا المشروع الإسلامي لا يدخل في تفاصيل كثيرة ما يختلف فيها الناس إنما يكون بخطوط عريضة تجمع الناس هذا يحتاج أن يكون جزء من مبادرة تدعو الناس إلى لقاء يعني لازم الناس تلتقي الناس أصحاب الشأن في هذه الحركات والجماعات إذا كانوا مخلصين وإذا كانوا فعلا يريدون أن يعبدوا الله من خلال هذا العمل الاجتماعي السياسي إذا دعوا إلى مثل هذا العمل النبيل إلى مبادرة لابد أن يأتوا ونبدأ نتصارح فيما بيننا تعالوا نرى أين الخلل نضعوا أصبعنا عليه ثم نضعوا العلاج أو نبحث عن العلاج اللازم ألا يمكن أن تتكرر الأخطاء السابقة في اللقاءات السابقة التي تمت وجمع فيها الجميع وحل مبدئيا ممكن أن يكون منطر أو ما البديل وجهة نظر متواضعة هذا الأصلاح ينبغي أن يقودوا أشخاص خارج هذه الدائرة كلها خارج هذه الجماعات غير منفعيلين بهذه الأمراض وهذه الأدواء وحالة الأصلاح في الواقع هي حالة خارجية لكن أنت تريد أن تشركهم كيف تشركهم معك إذا لم يكنوا جزءا من هذه المبادرة يمكن تقول هذه البداية وبعد ذلك أنا اللي أتكلم طبعا لا يمكن أن يستبعد أحد لكن أنا أقول هؤلاء فاقدوا شيء لن يتمكنوا من الوضع البديل هم فاقدوه يحتاج الأمر إلى أصلاح جذري لتفضل فيه الدكتور نحتاج أن نضع فلسفة إسلامية النموذج الإسلامي غير موجود اليوم كل الناس تتكلم عنه ويطرحون برؤية غربية اليوم الجهة المعهد الكبير المعني في ذلك يطرحه برؤية غربية وهو أخشى أن يفهم ذلك على أنه تشكيل إطار جديد لا لا ما عرفي أتكلم شيء جامع ما عرفي وليس تنظيمي وليس جماع وإنما هو نعم كما فعل الأصوليون والفقهاء والمحدثون في المئة الثانية للهجرة عندما ترجمت الترجمات المنطقية ترجمة غير رسمية ظهر مشكلة كبيرة أنه كنتم تقولون أن الوحي هو الذي يوصل للحقيقة الآن اكتشفنا كشباب في ذلك العصر بعد الترجمات التي أخذناها من الأغريق أن الاستقراء المنطق الأرسطي يوصل للحقيقة فصار في صدمة شديدة تشكلت فرقة الزنادق مرد عليهم الفقهاء والمحدثون ووئدة القضية أبو حنيفة بدأ شافعي كتب الرسالة في ذلك حتى انتهى بعد ستين سنة ما عاد في ذكر لهذا الفريق من الناس أقصد المصلحون نحن نحتاج إلى حالة إصلاح شامل تنال هذه الجذور بما فيها الجماعات ونحوها يعني أنا الحقيقة حاوز أفهم عمليا كيف يمكن تطبيق هذه الفكرة يعني إذا أردنا أن نبدأ مسيرة الإصلاح نعم لنفرض أنه إحنا مجموعتنا أردنا أن نبدأ فيما بيننا كيف سنضم الآخرين وننقل هذه الفكرة إلى إطار أوسع وأشمل ينتهي إلى الجماعات نفسها التي نتحدث عنها التداعي التي تفضلت فيه في غاية الأهمية تحصل عملية تداعي لأهل الاختصاص وينطلقون لأن حالة الإصلاح ليست فقط في الجماعات عندنا مشكلة في النظام الاقتصادي مشكلة في النظام الإعلامي في النظام التعليمي السبب الأساسي تغريب الحياة تغريب الإسلام يعني في حالة تغريب في المجتمع المسلم دخلت العلماني إلى كل الجوانب حتى صار عندنا في الوقت تشويش في الرؤية فإصلاح الرؤية هو الشيء الأساسي هو بعيد عن مشكلة الجماعات فقط يعني هذا باكراوند كبير تأثير واسع الانتشار وبالتالي يدخل بعد ذلك الجانب المتكررة منها قضية الجماعات منها التعليم وهكذا وهذا المنطلق يعني يجعلنا نمضي في هذا المشروع يعني إيه ونحن منضبطون ليه لأنه مش هيبقى مشروع الناس بتتوافق عليه لا هيبقى مشروع قام به مختصون وهو مشروع الأمة الإسلامية مشروع الأمة الإسلامية في الميدان السياسي مشروعها في الميدان الاقتصادي وتوزيع الثروة مشروعها في الميدان الاجتماعي وإعادة الإصلاح الاجتماعي والتعليم وكذا وكذا مشروع الأمة العام بقى إلا هو حيتكلم بقى على المنطلقات اللي لا بدنا ننطلق منها إيه والغيات والأهداف إيه والمراحل إيه والتحديات إيه والروافع إيه والآلات والأدوات والوسائل وما وإلى آخره المشروع اللي هيقدم هيكل عام كل الناس بحالة بتدعي إلى الدخول فيه وبعد ذلك بقى تأتي الآليات والأدوات المهمة في هذا الأمر لكن بالفعل لابد من إعادة صناعة الوعي الإسلامي والعقل الإسلامي نفسه طريق التفكير نفسه لابد أن يتغير أيضا كمان من وضع الرؤية والمشروع يعني بس يعني قضية استبعاد الجماعات أو الكيانات من المشروع هذا وضع الرؤية والأنموذج الذي ينبغي أن يحتذا أنا أظن أنه ممكن يكون في ابتداء الأمر يعني في ابتداء المشروع لكن لا يمكن لهذا المشروع أنه يأخذ طريقه إلى هذه الجماعات إلا بمشاركة هذه الجماعات نفسها أو الكيانات وأنت ليس بالضرورة أن تستدعي كل أحد صح وإنما ينبغي أن تستدعي العقلاء منهم أن يتوافقون مع الفكرة الذين يتوافقون معك في أن هنا لا بد من حل هذه المشكلة مثل هؤلاء الناس هم الأقدر أنا في تقديري على تسويق هذا المشروع نفسه لدى هذه الجماعات وليس بالضرورة أيضا أن هذه الإصلاحات أو الرؤية نفسها تنزل بشكل يعني بشكل واحد أو يقصد بدفع واحدة يمكن أن يكون ذلك بالتدرج يعني يمكن أن يكون ذلك شيئا فشيئا طبعا يعني بحيث أنه حتى نحن يكون لنا أيضا يعني نوع من الاختبار لما وصلنا إليه بمعنى أنه يعني نحن مثلا الحزمة الأولى من الرؤية تتألف من كذا وكذا هذه الحزمة يجب أن تأخذ طريقها إلى يعني جماعات معينة أو كيانات معينة ثم ننظر أثر هذا يعني أثر هذه الحزمة على مدى التعاون بين هذه الجماعات مدى التقارب بينها مدى تفهم الضرورة هذه الرؤية لدى أفراد هذه الجماعات في نقطة أخرى أيضا هي مسألة يعني يوم أصبحت وسيلة ناجعة لتسويق كثير من الأفهام أو تغيير كثير من المواقف اللي هو المشروع التدريبي يعني أنا أقول أنه التدريب يعني إذا كانت هناك حقائب تدريبية يعني مصممة بطريقة يعني احترافية جيدة في تلمس الأزمات لدى هذه الجماعات والكيانات بالإضافة إلى وضع الحلول ويكون هناك نوع من الترغيب لدى هذه الجماعات في تطوير أفرادها عرفت بحيث أنه المتدربين من الجماعات المختلفة ينضوون تحت هذا التدريب أو تحت هذا البرنامج لتلقي هذه التدريب من قلال هذه الحقائب المصممة أنا أظن أن هذا جزء أيضا من العلاج مهم لا ينبغي فقط أن نركز على القيادات يعني وننتظر قناعة هذه القيادات للمشكلة صحيح للمطروح نحن في مستوى من المستويات المشكلة هي مرتبطة بالجماعات لكن في قبلها مشكلة تؤثر على أشياء كثيرة بالتوازي مع مشكلة الجماعات فلذلك توطين الحل الأساسي عند الجماعات هو الذي كنا نتحدث أنه لا ينبغي أن يؤخر فيقدم تصحيح الرؤية الشاملة للأمة وهؤلاء سيكونون أكيد كمختصين مع آخرين لذلك إنشاء الرؤية الكاملة للأمة والعودة بالتصور الإسلامي الصحي إلى مظلاته الحقيقية ثم انعكاس ذلك على بقية المفردات بما فيها المؤسسات والتيارات ونحو ذلك سيكون يعني الرؤية هذه اللي بدت العمل بدت تكون بناء على التشخيص الأولاني اللي تكلمنا عنه وهو أنه في عندنا خمس عوامل تؤدي إلى وجود هذه المشكلة نعم فبدت الرؤية تنطلق من الحديث عن هذه العوامل نعم كيف صنعت المشكلة وكيف يمكن أن يقدم العلاج لها يعني أشعر على شكل ورقة مثلا علمية على شكل ندوة على شكل يعني هي بعض الأوراق مع ورشة عمل تبقى في صورة مراجعة للمشكلات وأسبابها وردها إلى أسبابها نعم وبعد كده يبقى النظر إلى هي يعني المشروع نفسه الإسلامي اللي احنا عوزنا نعمله يعني الواحد اللي حبي بنعمارة بيقعد كده ويمسك المسطرة والألم ويخطط ويرسم العمارة بيرسمها من اللحظة اللي حيحط فيها أول حجر لحد السيم المفتاح بيرسمها على بكل ما تحتاجه من نفقات وأموال ومواد وموان وترخيص كل شيء فأنت بتحط مشروع إيه الغيات والأهداف اللي أردت وصلها وما هي منطلقاتك للوصول إلى هذه الأهداف ما هي المراحل التي تمر بها كم تحتاج من البذل والجهد وما إلى ذلك تحتاج إلى إيه وإيه وإيه حل المشاكل اللي يكون إزاي على أن يكون كل مرحلة توضع خطوطها العريضة والتفاصيل تكون قريبة من التنفيذ يعني هكذا يعني ما هو أنه نقطة أساسية واتوقع قضاء الإصلاح من الصعب بحلها بورشات عمل مدرسيا بهذه الطريقة لنتكلم عنها الإصلاح يمر يعني عملية تري تتحقق وهذا بده زمن وبالتالي صحبا نقول مؤتمر ورشة عمل أو شيء من ذلك يعني اليوم المصلحون لما عملوا كل واحد بجهده الفردي وشكل رؤية والثالث والرابع ثم تلاحقت تلاقحت هذه الأفكار فشكلت رؤية كاملة اليوم الثالثورة الفرنسية لما طلعت ما عقده مؤتمر جنجا كرسو الطرح اللي عنده والتير حكا فلان كذا ثم تشكلت رؤية ما اجتمعوا عليها لا بورقة عمل ولا بغيرها الأصلاحات التاريخية هتاخد زمن عشان تندج هذه الأفكار هذا واحد ثم هذا إصلاح الشامل سيدي أما قضية المشروع الإسلامي اللي متعلق في الرؤية السياسية وكذا يمكن أن ينجز بهذه الطريقة اليوم أوروبا في يالطا لما اجتمعوا بعد الحرب العالمية الثانية اجتمعوا ورسموا أوروبا وقوانينها ورسموا العالم كله والعالم كله وأنا برضو بيخطر في بالي بعض النماذج لأناس كانوا في يوم من الأيام جزء من جماعات إسلامية كانت لديهم ملاحظات انتقادات خرجوا كتبوا إما أوراق أو كتب وتحدثوا لكن تحولت مشاريعهم إلى قضايا فردية يعني هو غاضب هو صاخط هو ناقد ولكن لم يتمكن من تقديم البديل قدم نقد كثير وربما وصل بعضهم إلى درجة الهدم بدل إعادة البناء هذا نحتاج إلى أن نتفادى لأنه ليس هذا المقصود تماما وإذن هذا نتفاداه بأمرين اثنين الأمر الأول هو المشروع بناء المشروع نفسه ووضع الرؤية نسها هو أول ذريعة وأول سبب لإتفادة هذه المشكلات الأمر الثاني هو أن نحن لابد أن نأخذ خطوات قليلة إلى الوراء ونوسع الزوم وننظر إلى هذه المكونات وهذه الجماعات وما حولها من منصات فردية أو منصات أقل منها وما حولها من تيارات فكرية ننظر إليها نظرة إيجابية لنرى فيها الإيجابيات أولا فننظر إليها على أنها طاقات وألواح مبعثرة إذا اجتمعنا في جمعها وصناعت سفينة ماخرة منها فسوف يكون فيها الخير الكثير ولابد من إدراك في هذه الحالة لابد من إدراك فن إدارة هذه الأمور الثلاثة فن إدارة التعدد وفن إدارة المشترك وفن إدارة الإختلاف كيف إذا اختلفنا كيف ندير هذا الاختلاف كيف نميز بين المحكمات وموارد الإجتهاد حتى نعتصم بالمحكمات ونتسامح ونتغافى في موارد الإجتهاد وكيف نفرق بين الأحكام والأدوات والأليات هذه الأحكام لها وكيف ننشر أدب الاختلاف وإلى ذلك وأيضا المساحات المشتركة كيف نستكشف المساحات المشتركة لتجمعنا أهل السنة جميعا ثم نستكشف المساحات المشتركة لتجمع أهل السنة بغيره من المسلمين ثم نكتشف المساحات المشتركة لتجمع بين المسلمين وغير المسلمين كمثلا إيه كحقيقة العدل مثلا الإمام بالعدل الإمام بالحرية الإمام بالمخار لكي نجتمع مع كل فريق في المساحة التي تجمعنا معه نحن في ميدان التحرير كنا مجتمعين مع كل المكونات بحالها في مساحات مشتركة كثيرة جدا جدا واسعة جدا جدا مساحة الكفر بالطاغوت والخروج عليه مساحة المطالبة بالعدالة الاجتماعية والحرية كل ذو كلها مساحات عندما تكتشفها تستطيع أن تعمل هو المشترك أكبر بكثير من ال نعم تستطيع أن تعمل بكثير مع مقارنة كثيرة يعني هو مشروع النهضة الشامل هذا هو حقيقة مشروع مؤرق لكل مفكر وأنا أرى أن هنا في قدر من التأثم صراحة أن النساء يشعر بالتأثم للتأخر القيادات الفكرية لصناعة هذا المشروع صراحة والمسألة يعني هذا التأخر سيفقدنا كثيرا يعني سنجع سنرى أنفسنا في دوامة وربما يعني في أزمات أشد من هذه الأزمات التي نحن فيها اليوم ولذلك هذا المشروع يجب أن يؤخذ بجد وأولى يعني خطوات هذا المشروع بلورة الفكرة عرفت ووضوح الرؤية وهذه المسألة تعني أنه ينبغي أن نستدعي لبلورة هذه الفكرة من الأفذاذ من الناس من نرى في هذه سواء كانوا في هذه الجماعات أو في غير هذه الجماعات ممن لهم رؤية ثاقبة ولهم محاولات سابقة من أجل بلورة هذه الفكرة ثم أيضا الجانب الثاني المهم جدا الرسالات التطمينية يعني نحن بحاجة الفريق الذي يقوم بهذه المسألة يجب أن يرسل رسائل تطمينية إلى هذه الكيانات وهذه الجماعات بأنه ليس كيانا جديدا ولا انقلابيا أن نخيف هذه الكيانات على أنه تمت تجيير لهذه المحاولة لمحاولة سحب البصاط أو يعني إيجاد كيان آخر إلى آخر ذلك من التوجسات التي نحن نعلمها يعني أنت رجعت لفكرة أم القرى اللي هو لقاء يدعى إليه مجموعة من أصحاب الخبرة والاهتمام بهذا الموضوع ويمكن أن يكون جلهم في هذه الجماعات يعني من هذه الجماعات لكن يشغلوا بالهم يعني مصير هذا العمل الإسلامي ويريدون أن تتحسن الأوضاع يعني قلبهم على العمل نعم والآن بتسأل إنسان يعني لما بتجد أنه اتنين إسلاميين مش غادرين يتفاهم مع بعض بينما تجد في الغرب ربما تجد فنان وفناني أو رياضي مع فيلسوف قدرين يتفاهم مع بعض السبب في فلسفة مشتركة نحن نفتقد إلى الفلسفة المشتركة بيننا هذا الذي نبحث عنه وفي الواقع هذا عنصر فوق قضية الجماعات تأتي تحته قضية الشأن العام اللي الجماعات اللي انتهضت بعزيمتها للقيام به وبالتالي الحديث عن ما يتعلق بالشأن العام ضمن مؤتمر شامل هذا مدرك تماما ضمن الأسس لكن بده رؤية مصححة نرجع لها خلافنا ما دمنا ليس لدينا رؤية شاملة والرؤية الشاملة قد يصنعها اليوم وإن كان فيه كتابات الحقيقة يعني خلال نصف القرن الماضي فيه كتابات فيه كتابات كثيرة ولله تفتقد النوج برضو ما بتشكل التكامل هو فيه نقطتين نبه عليهم معادة الدكتور النقطة الأولانية هي النطج المتأني النطج على تؤدة ده مهم جدا على نار هادية اه يعني ايه التسريع إلى مؤتمر وإلى ذلك كل الناس دي كلها تروح المؤتمر وهي معها أجندته رح شوفهم بقولوا ايه وراح المؤتمر وعنده أجندته وبيقول كلام الحلو العام ولكن هم معه أجندته اللي غيب بيها من اجتماعه ومن ثم فطريقنا هو ايه هو اي نعم يكون فيه ورش عمل وكلامنا ده كله مش هي الأصل بس يكون فيه ورش عمل بردو تجمعنا ليه لإن إذا ظل فترة طويلة كل واحد بيكتب الواحد معلش يعني يعني حيطول الأمر ومش هتجتمع انت تريد أن تجمع لكن تتكرر ورش العمل بس خارج هذه الأطر من ناس متخصصين زي عادت ما ذكرت وتتكرر عشان خاطر يتم بناء مشروع وبعد كده ينشر ويبقى له قوة ضغط ويبقى له قوة إعلامية ويبقى له خطاب قوي يؤدي إلى إن الجميع يخضعون له طوعا أو كرها مش كرها بالسلاح كرها ب قوة ناعمة بقوة القوة الخطاب هو يخشى على نفسه من التفكه ومن عدم القناعة إذا لم يأخذ هذا كلمة مقنع وإذا كان أصحاب هذا المشروع لديهم نزاهة هذه أكبر حجة على غيرهم طبعا إذا كان لديهم نزاهة وإخلاص ورغبة فعلا في عمل شيء هذه حجة كافية تنافس يكون حاضر كمان سيدين مشكلة كمان ربما هم نزيهون الآخرون بتنافسهم وهم مشكلة شايفينهم هم ليش يأخذوا هم يعني شرف السابق مثلا عماد مش عايز الجماعة هذه أن تأخذه فيبدأ ويشوش فأنا بتصوري يعني فيه جملة قضايا تحتاج مهم